أنا هنا اللي هي رسالة الحقيقة للجهاز المعاون اللي هي رسالة لكابتن ضيا والكابتن محمد شوقي اللي محتاجين أكتر يتكلموا مع الراجل يعني راجل كامل الاحترام والتقدير إحنا بنتكلم على اسم كبير مفيش نخاش كاروس كيروش واحد من المديني الفنيين المحترمين جدا واللي كل الناس تفقلت الحقيقة لما تولى مسؤولية المنتخب المصري وعنده سيفي يقول إن واحد من المدربين على يارت تقيل ولكن عشان عوامل كتيرة جدا أنا بيتهالي من دور الجهاز المعاون كابتن ضيا السيد وكابتن محمد شوقي مع الراجل لازم يبقى أكبر من كده لازم يبقى أوضح من كده تصريحاته مبارح لما كان بيكلم على الاختيارات وعبا إلى آخره من الواضح إنه عايز يكون صاحب الكلمة الأولى ده حقه مدام هو هتحمل مسؤولية من حقه يكون عنده حرية القرار والاختيار لكن في النهاية لازم الجهاز الفني يعني الجهاز المعاون ليه يقري لازم الجهاز المعاون اللي ما كانش هو شايفه أو اللي ما كانش هو عارفه يقوله له يعني كلامه على إنه ما شافش محمد مجدي أفشة في دور صنع الألعاب عشان مستر المسلماني بيلعبه أكتر كلاعب يميل أكتر أنه يشارك كجناح أعتقد إنه كان على الجهاز الفائل المعاون إنه يقري كيروش إنه لا مجدي أفشة مركزه الأساسي والحقيقي صنع الألعاب وواحد من أفضل أنا مش هقول أفضل عشان إحنا على شاشة الأهلي لكن محدش في مصر النهاردة أين كان انتماء ويقدر ينكر إنه محمد مجدي أفشة واحد من أفضل صنع اللعب في مصر دي حقيقة ما فيهاش انتماءات أحب نتكلم على مصلحة المنتخب زي بالظبط ما بقول إنه أحمد سيد زيزو زي ما بالظبط ما بقول على إنه رمضان صبحي وزي ما بالظبط ما بقول على إنه مصطفى فتحي كلها عناصر حتى لو مش هتشارك وحتى لو هي إلى حد ما مستوها متراجع تستاهل إنها تكون موجودة في معسكر منتخب لأنك إنت محتاج تشتغل معاها وتشتغل عليها عشان اللي جاي لأنه اللي جاي هتحتاج العناصر دي كلعيبة أساسية فبالتالي لازم تدي مساحة للعيبة دي إنها تشارك ولازم تدي مساحة للعيبة دي إنك تجربها في مطشات زي مطش الجابون بدل ما نروح نجيب ناس إحنا ما بنسمعش يعني جمهور الكرة في مصر ما نسمعش عنهم آه عينك ليها كل التأدير واحترام واختيارك أنت المسؤول عنه وكل شيء يعني فوق راسنا وعناصر مبشرة ما عندناش اعتراض لكن في النهاية في عناصر كمان هتراهن عليها وإحنا كجمهور بنراهن عليها بشكل أساسي ومعتقدش إن وقت الجد وقت لما تيجي تلعب مع الكبار هتقدر تستغنى عن أي عنصر من العناصر دي عندك ترزيجين راجع عندك رمضان صبحي عندك أحمد سيد زيزو عندك أحمد عبدالقادر إحنا ليه ما شفناش أحمد عبدالقادر يعني ليه أحمد عبدالقادر ما تراهنش عليه ما احنا شفنا أسماء محدش في الجمهور الكرة في مصر سمع عنها ليه ما تاخدش ولد زي عبدالقادر في منتخب مصر ليه ما تاخدش ولد زي أحمد حمدي في منتخب مصر وارد جدا دول عبال ما لما نيجي يعني لما يجي وقت مواجهة بقى القرعة وموجهة مارس وورد جدا تكون أوراق ربحة وورد جدا جدا لعامل كتير أسماء كانت موجودة في تصفيات دلوقتي على ما نوصل لغاية كاس العالم في آخر عشرين واثنين وعشرين ما تكونش قادرة تدي أو لا قدر الله لا قدر الله تكون ظروفها ما تسمح لهاش بالمشاركة غياب إصابة وواء إلى آخره وبالتالي أنت محتاج الناس دي تاخد معاك المشوار تعرف وتقرأ فكرة كل ضيوفنا اللي جم هنا وتكلموا على المديرين الفنيين في المنتخبات أجمعوا على أنه مدير المنتخب أو الهات كوتش المنتخب ما بيشتغلش بدني وما بيشتغلش فني بيشتغل تاكتك عايز لعيب جاهل وجاهز يحفظ وينفذ ويطبق طريقة شغله وطريقة لعبه فيعني علامات استفهام كتير